اشتركوا في القناة محمي أنتوان طعمي أهلا وسهلا فيك ماتر احنا هون منعتبر بيتنا أهلا فيك صوت لبنان صوت لذين الله صوتها لهم منحاول نوصل صوتها الناس هيك الموجوعة يلي ما عندها حدا متل ما منقول دولة رعاها ماتر بدي احكي هيك بالبداية موضوع بهم كل الناس خاصة بعد الخضة اللي صارت بموضوع العصاب التيك توك وغيرها بس بدي احكي من الناحية القانونية بشكل عام لحتى يقدروا الناس كمان يعرفوا القانون كيف بيحميهم اي شخص تعرض لابتزاز هلأ منحكي عن انواعه كيف القانون بيحميهم وشو الصبل القانونية او مسار بالبداية قانون العقوبات لحظ موضوع الابتزاز اكيد نعم اكيد المادي 650 من انواع العقوبات لاحظت انه انواع الابتزاز اذا حدا هدد شخص اخر بفضح امر خاص فيه يعني او هددوا بصور لقلو لقربينو لعائلتو اوكي هذا الشرم اذا بعد ما نشر شي يعني عبي هددو انه اذا ما بيطلب انه يا شيء مادي اموال او يتنازل عن شيء عقارة كله او شيء جسد ابتزاز جنسي يعني انه لكم هون عقوبته هي جنحة عقوبته سنتين جنحة جنحة هاي تهديد تهديد بالنشر ابتزاز تهديد يعني هذا ما قبل اي ما قبل عقوبته جنحة جنحة سنتين وغرامته كانت 600.000 400 دولار اليوم قال من 7 دولار وبعد ما تعدلت نحن بليجي تعليل انه العقوبات طلبنا كل الغرامات انه ترجع تتعدل بما يتناسب وتدني قيمة العملة لانه يكون شوي حس انه موجعة لانهم يعني مع الاسف يعني هيدي بعدها بيطار يعني بعد ما صارت هيدي مين بعد لمجلس النواب مجلس النواب طيب عم بتقول اذا حدا هدد شخص اخر انا عرفت انه انتي عندك هالنقطة او هاد وهي ابتزاجك يعني بيصير عادة مع فنانية مع رياضية مع رجال عامل وهي صارت وصارت كتير كل هيتهم هيدا تهديد بفضح يعني بغية ابتزاجه لمعفعة شخصية مادية او جسدية يعني عم تتغيل هلا عم تفكر بالعقوبة انه جنحة يقعد الشخص او القاصر بيعرفوا يمكن ما بيعرفوا بس جنحة سنتين اي ما هو وكتار انه بيردخوا بقى لك انا لو قدمت هلأ شكوى وكلانية بالعامة اللي السينة فيها العادية يعني تحقوا معه هلا هون المشكلة نقويت بتكون الخبرية مظبوطة او الصورة صحيحة بقى لك اذا قدمت انا شكوى وهذاك رح فضحني او رح نشر بيكون رجال مجوزة او اي شي عندهم وضع خاص بيردخوا لهالمبتز هلا الابتزاز التاني لما يصير فيه نشر بينشروا هايدي بتروح للجرائم يعني بالوسائل التواصل سبعة او اتنين وسائل اللي متعرف عليها عالميا اه يعني اذا نشروا اصدك اذا نشر بمجلة على الاعلام على مجلة شريدي اي شي لهنك لأ بتروح نية عام عادية يعني تحقيق عادي ما بتروح للجرائم المعلوماتية جرائم المعلوماتية بتتعرض كل وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستا جرام يعني اذا حدا تعرض لابتزاز لاي نوع منتهديد بالابتزاز اذا ما بتروح لجرائم المعلوماتية قبل ما تصير منشورة على السوشيال ميديا اذا بوسائل اذا عبي هددوا انه يحطها على وسائل التواصل بتروح للجرائم المعلوماتية اه كمان بتروح بهالحال لجرائم يعني يعني في ابتزاز يمكن يجي يقولك انه انا بدي خبر جوسك انا بدي خبر يعني هون ما في بعد انه ما في سوشيال ميديا ما في ما في سوشيال ميديا التليفون اذا اذا تليفون عادي او عملية واتس اب ومعروف من هناك كمان اذا عرف مين بتروح عادي اما اذا بوسط الاكاون او فاكاون او عاملين حساب وهمي بتروح للمعلوماتية هون قلت انه او شكوانية بعامة كله نيا بعامة بس يا تحقيق عادي يا تحقيق بالضبط العادلية العادية او تحقيق بمكتب جرائم المعلوماتية ماذا الفرق ماذا الفرق الوسيلة اللي بتهدد فيها يمكن تلفن وقالك انه انا بدي ابتزك بدي انشي صور او بدي اخبر او بدي اعمل مؤتمر صحفي انه هاي هاي دي ما بدها معلوماتية مانا جرائم معلوماتية هاي بتروح شكوانية عامة بعدين كيف بتصير التحقيق النيابة العامة يا مفرزة قضائية تحري يعني للضبط العادلية او محفر بدأتخبرنا شوي تفاصيل يعني مشكل الناس بيعرفوا كيف تصير الامور كيف يعني بيقدروا يوصل للمبتاز الشخص اللي بيحاول ابتساسو هو او بوسطة محامة بيتقدم شكوى لنية العامة الموجودة بكل مركز محافظة ببعبدة ببيروت بطرابلوس بزحلة بصيدة بالنبطية بعيدا عن السوشيال ميديا عم تقول بالوسائل التقليدية يعني مفروض يكون المبتاز معروف هلا اوقات بيكون كمان عم ينتحد سوفا او بيكون هون اكيد اذا لم يكن معلم عن رقم التاليفون يستطيع النياب التحول لأحد الشركات الهاتف يحدد وانه المخابرة التي جاءت على الرقم في الساعة من دقيقة كذا مين صاحب الرقم ومين صاحب الرقم يفيدون بالنياب من الشركات الهاتف انه صاحب وفلان وفلان وبين بعث الشكوى الاجمال بيبعثوه للتحدي اكتر من الدرك او اذا كانت في يا درك يا تحري يعني هول بالشكاوى العادية اما اذا كان في شي بوسائل التواصل الاجتماعي كل شي اسمه معلوماتية بيتحول لمكتب التحقيقات المعلوماتية خليني معك بالموضوع يعني بالتحقيق الشكوى لما تروح على النيابة العامة هون المبتز بيقدر يعرف اذا هالشخص اللي عم بيبتزه قدم شكوى ضده المبتز يعني اللي عم يبتزه اللي عم يتزل الشخص بيقدر يعرف بالاول لا لما توصل للتحقيق ان كان بالدرك او بالتحرك او بالمعلوماتية بعد ما يتأكد من صاحب الرقم ويتوفر عنده كل المعطيات ويستمعوا للمدعي الشخص انه بيعرف شي بيشك بحدان في محاولات سابقة كلها بس يخلص من المدعي اذا في شهود كمان انه يمكن الابتزاز علني انه قدام الشهود بيقل له انه انا افضحك انا افضحك انا اعرفت كيف يعني مش الدورة بيكون طيب لحتى يصير هيدا المسار القانوني شو اللي بيضمن شو اللي بيكفل انه الشخص يلي عم بيتعرض للابتزاز انه هالمبتز ما ينشره بالوسائل التقليدية نحنا مش شكوى ضده انه ما ينشره اه هون وزا نشره بتتحول بيكون التحقيق يفترض سري واذا كان في عنده احساس انه ممكن ينشر هون مفروض الدابطة العدلية تتحرك بسرعة وتجيب لها الشخص على التحقيق اعرفت كيف وتجيب دغري انه قبل ما يعرف انه مين متشك عليه بسر معه التحية بقيل له مسوى انه راح يسلم الكل شي معه اذا كان عم بقى لا حلق ما حلق عم نحك بالعادة ايه بالعادة يعني بيجي بقى له انت في شهود في وقاعد بيقول انه انت عب تهدده بنشر المعلومات او يمكن تكون صحيحة يمكن ما تكون صحيحة بغية الابتزاز اذا نكر او قال لا او مكان اصدق او في شي او يمكن كانت خطيبتي كانت صديقتي كانت هناك بمضوع على تعهد انه ممنوع ينشر اذا نشر حيكون في عقوبة واذا ثبت انه فعلا انه طلبة بمبلغ معين او هناك لا فيها توقيف اذا كان ثابت عليه حال في كتار بيجو بقلولو مثلا حد بوست او في نعم احنا هون عم نقول انه مش على السوشيال ميديا مش سوشيال ميديا يعني حتى بالقضايا العادية بالمعلومات انه شيل البوست غير لهنك انه بيمش الحال بيتعهد انه ما بقى يعمل اما لانه ما بيكون في ابتزاز بس اذا في ابتزاز حديدا جرائم المعلوماتية بهالإطار رح نفوت بتفاصيل اكتر والبهم انه كيف الانون بيحمي الاشخاص اللي عم بيتعرضوا لأي نوع من الابتزاز الالكتروني او شو ما كانت انواعه اكيد رح يكون في اكيد لانواعه هلا بتروح الخالق كلها لنشرح كل التفاصيل ايه اكيد لا نصيحة لكل الاهل ما يتأخروا ما يخافوا مفروض كلهم يتقدموا لانه اذا ما كان في ردع لهيك اشخاص لانزال الشد العقوبات في يون هون يعني حتى بالانون العادي بتوصل للعقوبة لما يكون في اقتصاب للطفل للتناشة السنة في عقوبات كمان اذا السناد المادة 257 تشديد العقوبة يعني اذا بدون حكم اشغال الشقة ويستطيع المحكمة تحولها الى عدم يعني اذا كان في يعني صار في وفات من وراء الاختصاغ يعني على كل حال متل ما قالت يعني رح يكون في عندي حلقة محكمية بالتفاصيل اكتر عندي اتصال هلو اي تفضل هلو تفضل عافية لك للمحامة أهلا بدي اسألك سؤال انا عندي عكار بيتي وفي طريق بيتي خاص للي جارب جنبي جنب بيتي كاسر رحيات وبدو يعمل درج للي وقانونيا ما بيحق له وهذا العكار طاب على لي وهذا طريق خاص لبيتي اتفاجأت في كاسر رحيات وبدو يعمل درج على بستان وقال يطرى هو بيحق له وشو شكرا لكم موكل 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 موحامي يعني فتت بدعوة معه قالوا بشكل عام انا بكرا نازل عندي بالعام انا انا اول شي يستحسن انك توكل موكل هو كاسر الحياة وبدو يعمل درج من ارض بيتي اي اول شي بدي يثبت انه هيدا الطريق خاص مش البلدية او حدا حوالتها الى طريق عام يعني تاني شي بازهار حدود كمان يشوف انه التصوين اللي هدم جاره هي بعقاره مش بعقار جاره يعني ما فيه تعدي بكل الاحوال بيقدر اذا بيعتبر انه فيه تعدي على هذا العقار اللي هو بيملك وخاص لاله بيتقدم بالشك والان نياب العام اللي ستين انه فلان تعدي على عقار اه ما بيروح للبلدية اول شي ما عنده البلدية شو بده البلدية يعني انه بيوقفو يعني ضمن صلاحياتها توقف العمال هلا هو بده تخيص من البلدية اذا عم يشتغل انه العمالية اذا كان تخريبية شي واذا كان هو عم بعمر بعقاره جاره او بده اخذ رخصة من البلدية ليعمل درج اوكي بيادر روح يعترض على دخصة انه هاي دي المقدمة تعمل الدرج هاي دي في تعدي على عقار البلدية ساعتها بتوقفو اهلا فيك بذكركم بارقامنا 013253576 6111 023 او 025 وايضا من خلال الواتساب على 76611 01 بعرف المستمعين لما يسمعوك على ويشوفوك ضغر بيروحوا للعقار يعني قد ما نحكي عن جرائم مهمة كتير نحن جاهزين للاعداد النور لكل الاشخاص اوبن ماتر بالنسبة للعقارية بيجون يفاتح كيف عم بتصير يعني بعضهم بالطلبات القديمة صراحة معلي بديك تسمحيلي واجهت حقيقة لأمين السجل العقاري يلا الساعة حتشيتي وللو مواصفين اللي بنعدوا على أصابع اليد شو عم يشتغلوا اليوم ماتر عم يشتغلوا ملفات العديمة لأنه في ناس عقرين بعد نفتحوا يوم جديد بس رائعين جدا عم نتابعون بالتنظيم المدني خاصة بالدواء العقارية اليوم رغم انه ما عاشهم لا يتعدى 57 دولار فقط عبي امنوا حضور وعبي جوا من عبكرة وفي منهم بيضلوا للعربعة وخمسة ولا الستة عاشية لأنه ألاف المعاملة أنا بهم طلبات الناس اللي كانوا اللي مقدمين من زمان ونطرين عبي يطلع كل جمعة سيدة كل جمعة نهار جمعة عبي حطوا لوائح برا يلي سندات الملكية خالصة عبي حطوا عرقامهم ويلي بدوا إفادات يعني الأديم بعد الجديد كنوا بعد بالأديم كنوا موعدين انه لكن لا يوجد كادر كافي الآن يفكر أمين السجل ومشكور أنه يبدأ يستقبل طلبات لكن هو خيفان لأنه مجرد لا يفتح الباب يجب أن يفتح ألاف الأشخاص إلى جواه سيضع المواصفين عن أعمالهم وننسى أنه في لبنان يجب أن يبدأ التليفونات واتصالات وكلهم مستعجين وعالم إلى السنين ناطرة هذا يخاف بس هي مش المالية هي هي جارة المالية المسؤولة وهي مشكلت من زمان من سنة ونص يعني هي جانت مؤامرة على جبل لبنان بالعرب ما فيه فساد إلا بجبل لبنان يعني طلع لبنان كله نظيف ما فيه إلا بس عنا الفساد يعني مع الأصف تحكوا ترفعوا المكافحة الفساد يعني أنتوا كمان أكيد عم تتبعوا كل الملفات في إيش عنا بالقضاء ألو اتصال أهلا إليك أهلا فيك أهلا فيك سؤال كمواطن لبناني أنا نعم فينا كشعب لبناني وقت بيطلع الأحكام باسم الشعب اللبناني نقول لهالحكومة ولهالمسؤولين ممنوع تبيع وشبر أرض من وطننا شو الطريقة لنعمل تنقلهم أرضنا بش للبيع والوطن مش للبيع وما حدا بيشترينا كل متر أرب في لبنان ما بيتمن بكنوز الدنيا ويصعد مساكن ما مدعوين لا تظاهر الأربعة ساعة عشرة بمتد هاي ما بدأ لا محكمة ولا أحكام مروان مروان خي مروان هيدا لما حلفوا يمين على الدستور ويلي الدستور هو حامي هيدا الوطن وحامي حدوده مفروض كل الأجهزة الرسمية والأمنية أنها تتحرك وتمنع أولا هالنزوح الغير شرعي والمقيمين بطريقة غير شرعية بلبنان ومفروض ما يردوا على الدول الأوروبية متما عامل التركية متما عاملوا أشخاص لفتحوا لحدود وخلصها أنا عم بيقول كمواطن الجواب ني يعني بإطار آخر بدي أرجع معك لموضوع الإجارات السكنية هل من جديد هل صدر أي حكم بين 2014 وال2017 غير الحكمين الحكمين الحد هلا هلا عرفنا فيهم واحد مجديدة يعني رئيس حلق بشير أعتبر أنه البداية بال2014 أنه التعديل بال2017 ما لغي القانون عدل بعض المواد وبالتالي أنه بعضه القانون الصدر في 2014 على التسعة السنين على الـ2023 أنه خلصه التسعة السنين ولكن ما يعني شو أن إذا كان في حكمين بيقولوا 2014 هل هالشي يعني بيعني أنه مبرع يكون لا لا ما هي في استعناف بعد يعني إذا قاد المفرد حكم بالإخلاق أنه بعد التسعة السنين إذا الاستعناف فسختته وقالت لا صار في اختلاف بيننا لأن محكمة التمييز هي البدت فيما بعد أما إذا صدقته يعني صار في عندنا اجتهاد عن مستوى محكمة استعناف أنه اعتبرت 2014 صار نوعا ما المحاكم اللي خاض على هالمحكمة الاستعناف يعني إذا محكمة الاستعناف اللي بيجاب لبنان أو بجديدة صار هذه إلا إذا غير محاكم اعتبروا ببيروت العكس بنروح على تعوحيد الاجتهاد أو مستوى مع حكم التمييز هن بيرجعو ببتو لما يصير في الاختلاف اللهم إلا إذا كانوا حلوا بمجلس النواب لكن اليوم عيد ميلاده لما رشربل هاي بدأ عجوبة لما شو هم دخله بهالقصص خليه هو بالسماء ونتشفع له عامور أهم بكتير سبعة تنية سبعة فويس ميسج بذكركم بأرقامنا بالوقت مرحبا أوكي 01-325-356-611-03-05 وأيضا من خلال الواتساب على 76-611-01 هلأ نسمع الفويس أعطيكم العافية كيفك يا خي أنا عندي سؤال لو سمحت إذا واحد على الخريطة عنده موقف والجيران يأخذين له الموقف عملين طريق لأيطلع على الباركينغ طبعون شو الحل لأيطلع له موقف رو عنده أنا عندي محل يعني محل تجاري ماتر إذا نازل على السند طبعا أنه عنده على سند الملكية إذا كان شارع هو على سند الملكية أنه ينتفع بالموقف الذي رقمه كذا وفقا لخريطة الإفراز هذا أي أحد يتعدى له حق يعني يا عمية قادة أمور مستعجلة إلى إزالة هذا التعدي إذا كان مستعجر كما يتأكد نفس الشيء يعني على الملك أنه يأمل له حسن استثمار لهالمحل وبالتالي الموقف له كله بيرجع إذا كان محدد أنه ينتفع بهذا الموقف بخريطة الإفراز زكارة ماتر بس لنستوضح أنه في طريقين أو نيابة عامية أو أمور مستعجلة شو الفرق هون إذا نفس الدعوة راحت هون أو راحت هون النيابة العامية يعني في جرم الجزائي يعني يعني عم يتعدى على عقاره صالحة النيابة يتحول الشكوى للمغفر المغفر بيبعط ورا المتعدي على الموقف بيوقفوا يعني بيحبسوا إذا تمنعوا أثر لهون بيخبروا النيابة يعني ما بيطلع من المغفر إلا بحل من حلين إذا ثبت أنه فعلا هو متعدى وما عمل تعهد أنه ما بقى يتعدى على هذا على الموقف ممكن النيابة العام ساعته تتوقف يعني سنة للمد 638 بدون مسوق شرع يعني ما له حق أنه يختص بله هذا الموقف أو الإقار نعم نسمع الفويس كمان سوري 700 وعلى خريطة الإفراز طلع لي موقف وعلى خريطة الإفراز أنا طلع لي موقف ورح تنزلت على الدوائر العقارية لتأكد إذا إلي موقف قالوا إلي بدك تعمل أزهار حدود عملت أزهار حدود وطلع المساح قال لي هيدا موقف إنت إلك موقف عخريطة الإفراز إلي موقف عسند الملكية رح تعملت إزهار حدود ونزل إزهار حدود للموقف ونزلت عسند الملكية طيب مدام عمل يعني ثبت حقه بالموقف إي إذا يضل الآخر أو الآخرين إنه مصررين إنه يتعدلوا على هيدا الموقف بيدر يطلع لنياب العامة إذا كانوا من جبل لبنان وإذا ببيروت ببيروت يتقدم بالشكوى إنه حدا ما اقتصب له هالعقار ويتعدلوا عليه ووفى للمدى 738 دغري بتتحرك أو تاخد وقت المسار لا ما بيعطوه إيها بالإيد جميلا بدأ ثلاث أربعة أيام توصل للمغفر بس توصل للمغفر بيتصل في رتيب التحقي تياخد إفادته وإذا عنده معطيات جديدة أو إذا مش محدد من الشخص يلي عبيتعدلوا بيستوضخوا وبيبعتوا ورا المدى عليه وبيحققوا معه وإذا شوف شو عنده هيداك ليش ما تعدلوا إذا كمان هيداك عنده قوات بيصير في إشكالية إنه أنا أول ما جيت على البنية قالوا لي هيدا حدد هلأ هو حدد بيقدر يبعتوا بالأول إذا ما بده في الدعاية يعني إذا في حال مثل ما ذكرت ماتر إنه اللي إخد الموقف إنه ما عارف وإله زمان بيستعمله هلأ هالشخص لازم يبعت يبلغ بيقدر بيحكي يا جار إذا كمان ما رد علي بيبعت له أنزار إنه أنت متعدالي وإنه هون يوصل إلى القضاء ويجبره نعم عنا عقار مشترك بالأسهم مش مقصم مع جيراننا جبت مساح طلع جيراننا كل واحد معمر ومصون أكتر من حصته بالأسهم والأمتار طلع آخر شي حصتنا ناقص وفينا نتشك إذا معمرين بالمساحة المعتديين فيها واضح لا بالأول شوية هو عقار مشترك بالأسهم مش مقصم يعني هون إجمالا يجب أن يعمل إزالة شيوع تيرتال لأنه إذا لا يوجد قصمة رضائية يعني يجب أن يجتمع المالكين يقولون نحن نملك هذه العقار التي مسحته تنقل ألف متر أنت عندك أربعمائة سهم أنت عندك ستمائة سهم أنت عندك سبعمائة سهم إذا اتفقوا أن يعملوا خريطة إفراز قضائية أنت تستعمل هذه المساحة وأنا بستعمل هذه المساحة ضمن الخريطة لأنه لا نحن يستطيع يعمر إلا بموافقة 75% من المالكين لا نحن موافقين 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 وممارين وإخدين زيادة معنات العمار الذي موامرين من أنه مرخص لأنه مرخص فإذا يريد يتقدم بدعوة إزالة شيوع وإذا لا يريد يتقدم بدعوة إزالة شيوع وإذا لا يريد يطعن بالرخص كيف يعمر هذه عقار وإذا يملكوا أسهم لا يريد موافقة بقية الشركة والعقار كمان يبعام أين هذه الدعوة تتقدم لا تقدم أو شيء للبلدية إنه هذا بناء مخالف قائم مقام على المحافظة بداية وبعد عندما بدأ يقدم لأ هذه أمور المستعج اللي أعين له خبير وبدأ يقدم ضوة إزالة التعدي إذا كان بعد إذا في اتفائيات يعني الأفضل يكون عنده محامي ويجيب كل المستندات يعني نجيبه بشكل عام أكيد 029 كمان فويس بونجور صعوة لبنان بونجور سعيدة بونجور ماتر عنا شقفة أرض مشتري لمن خمس سنين بس بعد ما قدرنا سجل معها بالدويرة الهيقارية لأنه كانوا مسكرين بصير في إشكال هلأ كل ما نحن مش مسجل بالدويرة الهيقارية عنا السك وعنا كل شي طب ما هني كانوا مسكرين شو زنبك أنت هلأ إذا معك عقد باع ممسوح ومعك سند الملكية بفترة إذا من خمس سنين كان في دوائر يعني هلأ تقريبا إنه سنة سنة ونص وقف الدوائر كان مفروض أنه وكانت زمطت على الف وخمسة يعني على التجيل هلأ ما بعرف بس هات المنطقة ما ذكرت وين بعبدة فتحوا يعني سار فيها وبيت الدين أظن إذا كان فيها المناطق المتن وكسر وين بعد ما فتحوا هلأ أين المشكلة إنه بهالفترة الخمسة السنين السيدة يعني عبد سير كتير بيسأل كيف فينا نعمة كيف فيها نشتري أو المشكلة وين إنه إذا ما سجلت يعني بعض العقار بالدوية العقارية على اسم البايع وبأي لحظة بيصير في إشكالية على البايع يمكن إفلاس يمكن حدا بده مصاري رح يعمل حجز على عقار يمكن يمكن صرف بيع تاني بعقد أو بوكالة هون يعني أضمن شي إنه تستعجل وتستعجل وتنقل ماذا كنتم عملا بهال وقت يعني شو كانوا عملا الناس كيف كانوا عم يحفظوا حقهم حلق يلي اشترى من سن ونص لهلق اشترى بمخاطرة من سن ونص لهلق بس يلي شارع من قبل سن ونص لما كان بعد الدواية كل مفتوحة كان بيقدر على القليلة يحط إشارة عقد على الصحيف العينية ويكمل المستندات الباقية لا يصير تشير نهائي طيب عندي قضاء علي عن طيب لك عندي بعض اتصال اخر اتصال الو الو بونجور عندي سؤالين سريعين اول شي سؤالين سريعين يعني اخذنا حلقة تانية طيب بيورتوا مثلا الولاد وبعدين الاحفاد لنقول مجموعة من الاحفاد بيملكوا ارض قدي بدي نجمعوا بعضهم نسبة مقوية من الاسوم ليقدروا يسمحولون ياخدوا رخصة يعمروا مثلا بناية او شي خمسة وسبعين تاني شي بسمع في قانون تملك الاجانب يعني كل مثلا قضاء في نسبة معينة يقدروا يشتروا مخصص الاجانب هلا اذا الاجنب عبيشتري من بواسطة كاتب العدل يعني بيشتري من شخص لبناني وبواسطة عائد عند كاتب العدل كيف بدون يعرفوا يعني هل ممكن نوع يوم كل الكضاء انباع يعني مثلا نسبة كبير من الكضاء انباع كيف هل مضبوطة مع كتاب العدل رح جوبك تغريب ممنوع على اي كتب عدل يعمل عقد بيع لشخص غير لبناني قبل ما يروح يجيب نفي ملكية اوكي واضحة جوابتوا على القرث قانون الارث موحد ولا بيختلف بين الطواقف مخص هي عبيحكي لما بدوا يعمر اي انه بيورت ومشوعة اي عن السفر هاي دي مألة علي لا مش انه عبيحكي تيورت وكيف تتقسم الورتك انه اذا عندهم حصص قدي بيطلع نعم على كل حال انا بدي اشكرك اهلا وسهلا فيك دايما لم بيخص بسرعة معك هلأ فاقوا المستمعين والمشاهدين يعني بلشوا يتصلوا بس كان ضروري انه شوية نضوع موضوع الابتزاز والأنون ستمية وخمسين شو بيحكي على كل حال بشكرك ماتر اهلا وسهلا فيك دايما بشكر الاصدقاء المشاهدين والمستمعين يلي تابعوا ووصل صوتك بالعلم دايما بخدمة صوت لبنائي عن موجي السوا اشتركوا في القناة